السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله اللهم أخرجنا برحمتك من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار العلم والفهم واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم جاي لي معنا كده عايز أشارك حضراتكم فيه النهاردة قبل الدعاء مرتبط بالحدث الكبير اللي حصل في شهر شعبان الحدث ده هو تحويل القبلة في بداية فرض الصلاة على المسلمين أعد المسلمين يصلوا 16 أو في بعض أقوال العلماء أو 17 شهر تجاه بيت المقدس وبيت المقدس قبلة من قبلات التوحيد من زمان من أيام يعني سيدنا إبراهيم ولكن كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتمنى أن يتوجه الناس للكعبة الكعبة اللي رفعها سيدنا إبراهيم وربنا قال له أذم في الناس يأتوك علشان يطوفوا بهذا البيت ويكون قبلتهم لأن كلمة حج يعني قصد فنذهب للكعبة بقصد الله سبحانه وتعالى ونعظم البيت الحرام تعظيما لله ولكن الحقيقة أن الكعبة كان انتشر حواليها ما يقرب من 360 صنم كل قبيلة أو مجموعة من القبائل لها مجموعة من الأصنام فقعدوا سنين في الجاهلية رمز الكعبة بالنسبة لهم يتحول من رمز التوحيد لرمز وجود الأصنام والطواف حوالي الكعبة عبادة لهذه الأصنام حتى عشان كده يسموا المشركين بيشركوا بربي هذا البيت فببداية الإسلام ربنا قال للمؤمنين لا أدوا ظهركم للكعبة وتوجهوا لبيت المقدس وكان جوه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمنية فضل واقف على عتبة باب ربنا يتمناها قال وهي تحويل الوجهة للكعبة متى الساعة التي حولت فيها وجوه وقلوب وأجساد المسلمين من بيت المقدس للكعبة كانت ساعة لا يعلمها إلا الله وإذن لا يملكه إلا الله وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال على نفسه إن الله عنده علم الساعة اللي هي يوم القيامة كمان ربنا عنده علوم كل ساعة مناسبة يحصل فيها تغيير وساعات التغيير ده مش ساعات هو دائما لا يأتي الإذن بالتغيير من الله إلا عند رؤيته لقدرتك لتحمل هذا التغيير ربنا أراد أنه هو يربي الصحابة على معاني التوحيد على إيد النبي عليه الصلاة والسلام وحواليها الأصنام يبقوا شايفين ربنا برضو ولا يتذكروا أي شيء من جاهلية الأصنام دي لأن لما توجهنا للكعبة كانت الأصنام لسه موجودة سيدنا رسول الله أزال الأصنام دي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة سنة تمانية هجريا يعني بعد نقول 21 سنة من دعوة النبي قبلها كان بقى لهم سنين متوجهين للكعبة حتى يوم ما عملوا عمرة القضاء اللي هي كانت النبي حلم أنهما يعملوا عمرة وبعدين راحوا قريش منعتهم ورجعوا تاني يعملوا العمرة كان لسه حوالين الكعبة فيه أشياء من الأصنام وهدمها بإيده النبي في فتح مكة ولم يأذن ربنا بأنهم يتوجهوا إلا لما ربنا رأى في قلوبهم إنهم يستحملوا هذا التغيير إنهم يتوجهوا للكعبة والأصنام موجودة وما يشوفوهاش لا يروا إلا الله ولا يروا إلا البي حابب أشارك مع حضرتكم حال النبي لغاية ما التغيير ده حصل إيه التوجه والوقوف على الأعتاب يا رب يا رب أيوة بس الإذن لسه مجاش يا رب أيوة ما هو أنت بتدعي في حاجة ربنا ما أذنش بيها ما إحنا بندعي أنه يأذن وقفين على عتبة باب ربنا نقول له يا رب عشان كده لما ربنا حول القبلة بدأ أول كلامه بتوجه النبي والوقوف على الأعتاب فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام أنت ممكن طبعا خليني يعني الكلام برحيتنا مع بعض كنت ممكن تقولي ولي وجهك لأني رأيتك تنظر إلى السماء فسأوليك قبلة ترضاها ذكر الأول التوجه والوقوف على عتبة باب ربنا وسؤاله ووقوف في مقام العبودية نفسي في حاجة تتغير فأنا مش هسيب بابك قد نرى تقلب وجهك في السماء عشان كده كلنا محتاجين تغييرات معينة لا يعلموا ساعتها إلا الله وكل تأخير عند ربنا إنما هو لرؤية الله سبحانه وتعالى متى تستطيع أن تتحمل هذا التغيير عشان كده في مشاعر الواحد نفسه فيها يلاقيها من حبيبه ولا من عياله ولا من شريك الحياة لسه المشاعر دي مش موجودة قف على العتبة بالدعاء والأخذ بأسباب استجلاب المشاعر دي مش ممكن أكون عايز مرات تحن علي وأنا بصدر أسوأ فأنا عشان لو نفسي في حاجة زي كده لازم أخذ بأسباب شوف لما ربك قال الإدفع بالتي هي أحسن التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة قدل وقوف على العتبة وكأنه ولي حميم هيتقلب وجنب تصدير الرحمة علشان اللي قدامي يرحمني وقف على باب ربنا وأنا عارف أن قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن فيه كميات معينة من الفلوس كل واحد فينا يتمنى تكون عنده وكل واحد بأحلامه فأنت لغاية ما الكمية دي تجي لك والمستوى دا توصله والأمان دا تشعر بي قف على العتبة بالجد في العمل هو اللي قال كده هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقف على عتبة الدعاء وأطب مطعمك ودعي تكون مستجابة الدعوة عشان كده يسليك يخليك قاعد كده ساكن وراضي بما يقدم وما يؤخر علمك أنه لا يحدث التغييرات في حياتك إلا في ساعة يعلمها هو يرى فيها الله أن أنت قادر على تحمل هذا التغيير دا الاسم الإيمان بأسماء الله وصفاته المقدم المؤخر وكان سيدنا النبي يدعي إحفظ الدعاء دا اللهم رضني بما قضيت وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت ربنا يأخذ بأيدينا ويرفع عنا يا رب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توكلت عليك في رزقي يا خالقي وإقنت أن الله لا شك رازقي وما يكن من رزقي فلن يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامقي سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان ففي أي نفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق اللهم أفض وأفرغ على قلوبنا باليقين أنك تقدم وتؤخر الأقدار والأحداث بما فيه مصالح العباد اللهم حققنا واجعلنا نعيش بهذه الدعوة التي ندعوها مرارا وتولنا فيمن توليت ندعوك أن تتولنا فيمن توليت فاللهم رضنا بولايتك لنا دعوناك تولنا فيمن توليت اللهم رضنا بولايتك لنا اللهم انظر إلى هذه البلاد بعين المحبة واللطف حتى نرى ألطافك فلطفك يجري والعبد لا يدري اللهم بصرنا بألطافك حتى نسكن تحت مقادير أقدارك يا ذا الجلال والإكرام يا صاحب الرحمة الواسعة اللهم احفظ أبداننا من الآلام واحفظ واشفي قلوبنا وعقولنا من المخاوف والأوهام يا ملك يا قدوس يا سلام وصل اللهم وسلم وبارك على راحم المساكين والحمد لله رب العالمين اذكركم بأذكار المساء شوفكم بكرة على خير إن شاء الله سلام عليكم